السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على الحبيب المصطفى البنات اليوم جبتكم واحد الخبيزات معمرين بواحد الدجاج اللي كي يجيل ديد بزاف نتمنى تجربوهم وتشاركوهم مع الأهل والأصدقاء وده بباش نمروا مع المقادير ومع الطريقة التحضير في المقادير عنا واحد صدر الدجاج مقطع ستيتو واحد البصلة معلقة صغيرة زنجبيل معلقة صغيرة الكركم واحد التوافيلなんか شمس نحن التواصد من السيارات نص معلقة ذا بذرة الثوم نص معلقة الفلفل الأسود نص معلقة موجود واضع و chromosomes ملح ومطلعuan ملح هناك جوجة من صدر يوقيت الزباد سعطة الصجا والباقación ، amazing . بسم الله نبدأ على بركة الله في واحد الإناء كان وضعوا التوابل ديالنا كاملة مع ديك يوغور طبيعي اللي هو الزبادي مع المعدنوس وكان خلطوها وديك صلصات صوجة واحد المعلاقة ردوا البال إلا عملتوا صلصات صوجة يعني المعلاقة نقصوا من اللح لأنها كتكون ملحة وكان خلطوها ودابا كتزيدوا عليهم ديك صدرات الجاش ودخلطوهم مزيان ودخلوهم يرتاحوا يرتاحوا هيدا واحد نص ساعة ولا ساعة لما كان من بعد ما كيرتاحوا كننخضوا واحد المقلة كنزيدوا فيها واحد شوية تزيد الزيتون وكان وضعوا البصل ديالنا كنشحره واحد شوية واحد جوجدة تقايق تقريبا على واحد النار ما تكونش مجهدة وما تكونش حانية يعني واحد النار متوسطة وساعة كنزيدوا عليه ديك الجاج اللي ترملنا كنخلطوهم مزيان وكانبقوهم تشارملو هيم كيفما كتشوفو حتى كنينشافو لنا الجاج ديالنا تا ما كيبقاش في تلقو الماء ومن بعد كنطفو عليهم البوطة مهم كيفما كتشوفو دارو ركسكم استمرارية التحري ومن اللي كينشافو كنطفو البوطة دا بكت ما كتشوفوها هم مناش فين مابقاش في هيمة تساطين الجاج ديالنا وجد وباش نمرو نحضروا العجينة وفي العجينة عنا واحد زلافة سميدة الرقيقة اللي هي الفينو جوج زلايف ضد طحين عنا جوج زلايف وحدة دلماء وحدة دلحليب زيت الزيتون والملح و 21 جرام الخميرة و 1 معلقة السكر هذا ما هو المقادر العجينة بسم الله نبدأ على بركة الله نضع 1 زلافة طحين و 1 زلافة الفينو نضع السكر و 1 زلافة الخميرة و 1 زلافة الماء و 1 زلافة الحليب نشيطون ذلك و نريد أن يكون ملحة نضع الملاح و 1 زيت شهر و 1 زلافة الطحين طحين اللخرانية نزيدها شوية بشوية لأنه يعني كين من نوعية طحين كتكون حرشة كتحتاج بالزفد الماء وكين منها كتكون رطبة كتحتاج ناقص ولهذا احنا بنزيده بشوية بشوية حتى نوصله لواحد العجينة تكون متماسكة ولا اني ما تكون شي واحد العجينة قصحة ستكون رطبة دابا كندوزوها لطابلة العمل وكمقورو الشطحين بشوية بشوية وحنا كندلكو فيها مزيان المهم العجينة قصحة كما كتشوفو بهالطارة وهذه من اللي كندلكوها كنعملو للوجه ديالا ونخليوها تخمر وكانت بزيار زيار بشوية كورو زيار هذا سنطلقوها وقصحه وقصحة استيعيني ون מה من الدهاء المهزة طريقة الأخرى هي هذا الطريقة الأخرى هي هذا فقطع العجينة الزيت فى الشوكولات وتقبط من فوق لكي يخرج هذا الريح والتخصر لانه اليك الغلاقه مجدوده يجيونا معوجين وهذا ما كلي كوارنا هم كنطلقوهم كيف ما كتشوفوا من بعد ما طلقنا العجينه اخرى كندوز نطلقو هذا ما بوحد شوية دطحين كي يجو حتى هما ساهلين وده باك نخلو العجينه دينا دخمر من بعد ما كدخمر كندو نهزو واحد المقلات واما واحد البلانشة في حاله هذي كندهنوها بشوية الزيت ونعملو عليها الخبيزة دينا وحاولو دهزوهم بالمهول بشوية عليكم بشمال يتقبوهم ولا تقبتوهم ما كيتنفخوش يعني بشوية عليكم بالنسبة لها البلانشات الصراحة كيجو استعماليا لا في الرغايف ولا في الخبيزة ولا في اي حاجة فاتشي المخبزة يعني كيهزو واحد الكمية كبيرة وكيسهلو علينا العملية باش نطيبو ضغير ده بكي من اللي كينطفخو كيف ما كتشوفوهم انطفخو كنقلبوهم باش نطيبوهم الوجه التالي اذا بغيتو ما تدهنوهاش بالزيت ما تدهنوهاش انا كندهنع غير باش كدعطي ديك اللون الدهبي المزيون اذا بغيتو ما تدهنوهاش ما كين مشكل بلا ما تدهنوها ودبا ها هي الكمية اللي خرجتنا للخبيزة الكمية لا بأس بها يعني كتخرج تقريبا واحد خمسة وعشرين ستة وعشرين خبيزة ودبا باش ندوزو نحضروا الصلصة دينا اللي باش نعملوها معاهم كان عملو واحد معلقة صغيرة دي الخردال واحدة اربعة معلقة دي مايونيس وشي ثلاثة دي المعلقة دي كيتشوب وكان خلطوهم زيان كيعطونا واحد صلصة الروصة وهات الصلصة هي اللي باش نعملوها ان شاء الله داخل خبيزة دينا معا دي كتجاج وواحد شوية دي الخوضر هنا يلبنتنا زديت عليهم الزيتون الزيتون يعني اختياريا اللي بغي يزيد الزيتون يزيدو ماشي ضروري لانه بعض المرات كان زيدو بعض المرات ما كان زيدوش الزيتون مقطع استيتو وباش نزيد داخلهم حتى واحد الماطيشة مقطعه والخيار يعني اختياريا حتى هما وما الصراحة كيجو مزونين غير بديك الجاج والصالصة هذي كيجو مزونين ولكن هذو اللي بغيتو تزيدوها منتوما اختياريا كما كتشوفو دهننا الصالصة وعملت واحد روضة خاد الماطيشة وعملت جوج طريفة د الخاص كان قول د الخاص د الخيار عفوا وكنزيد عليهم الجاج وكنزيدو ديك الصالصة هاي ذا هي نعاوذ معاكم واحدة طريقة سهلة كتدهنوها بالصالصة الصالصة ماشي ضروري تكون هي هذي يمكنكم دعملو غير مايونيس ولا غير كيتشوب ولا اي نوعية الصالصة انتم ما بغيتو كدعملو الماطيشة الخيار بغيتو تزيدو حتى الخاص يمكنكم تزيدوه وكتزيدو الجاج دينا وكتزيدو اي صالصة بغيتو تزوقو بها ودابا البناتوصلنا لنهاية الفيديو نتمنى يكون عجبتكم هالطريقة وهاد الوصفة وتجربوها وتشاركوها مع الاهل والاصدقاء ورمضان كريم وجازكم الله وخيرا على حسن المتابعة ومع السلامة الى فيديو اخر ان شاء الله